اشتركوا في القناة افكرت حالي محمود الميليتي لو اعرف مين اللي اخترع الكاميرا الرقمية وطلعت معه هيت يحطها بقفة خلوياتنا والله لا اطرق حبه بين عيونه هذا الزلم يفهمان ومخ وشكله قاري برك خوف الله يعني بدل ما ظلنا مرهونين لمصورين لستوديو ريحنا وقال لك هاي الكاميرا بتلفونك ظلك طج صور واشطبت هالدوخ وعلى رأيي المثل كاميرتك بموبايلك وبدناش جمالك انين جبت المثل هذا ده ريال مش مشكلة زمان قبل ما يطلع الخلويات وصرعت الصور والبكسل وما بكسل وعلى الصور اللي عندي بالدراج بتفرج على حالي ليش باقي هيت هاني حاس حالي فار من وجه العدالة حتى كل الشباب أخوتي واصحابي بتطلع صورهم اللي بالستوديو واللي بهوياتهم بتحسهم مطلوبين للانتربول الدولي مجحرين ومشرطحين هيش قارين بتحس اللي مصوره شرطي يا بحث جناي مش مصور محترف احنا لو كنا نروح على استوديو التصوير أصلا التصوير كان ينقسم قسمين معاملات رسمية زي الهوي اللي ورجناكه هالساع وتطمينات وأشواق المعاملات الرسمية هويات جوازات سفر بطاقات تأمين صحي تقديم للجامعات اللي برا وهي كل الصور بتطلع شبه بعض يعني اللي من الرمثة واللي من الطفيلة تقول أخوة الخلفية واحدة اللقطة واحدة والزاوي واحدة للوجه يم ومرات اللبس واحد ترى لأنه بكون المصور عنده جاكتين ثلاثة من البالة وخمس ستة قرافات ذوق هنزي العمى الواحدة تقول حي صفرة ومبقطة هيش بدواوير حاط عليها يعني واني قاعد بتصور بتحس حالك أنه لابس حنى شعرق بتك المهم كل اللي تصوروا صور رسمية طلعوا مجحرين جوزتهم هاي بتلمع رياقهم ناشفة صلوحهم بالصفة من العرق لأنه حاطلك كشافات شوف كشافات فرن تقول فرن بده يعمل كفت الأخ غير الخرفة الضيقة هاي اللي بتخوف راجعت كل صوري صور أخوتي وقرائبي لقيتنا كل لقيتنا مجحرين وقالين هيش بحثت بالموضوع لقيت السبب المصور قد ما بنبهك لا ترمشش لا تبلعش جريجك تمط الشواربك لا تبين سنانك ركز عاصمي انت ركز عاصمي فتح عيونك على الضو فتح مليح لا تميل راسك لا زحت تخيل انك بيكتسوي هذول كل ياتين مع بعض اي مليح اذا بنطلع هيك احنا كمان كل الشعب تبعنا راجعوا صور رسمية بتحسوا باقي يفحص شبكية عين مش باقي يتصور البقب وهالوزع قد وزع الشلن وعيون ناطات لقدام زي عيون كعكي بنيجي للنوع الثاني من الصور وهي تبعت تطمينات واشواق وهي عبارة عن صور بحب المغترب يوديها لأهله عشان يطمنوا على حاله ويرجيهم صحته والراحة النفسية اللي هو فيها او في ناس كانوا يتصور كرت مشان قصص الحب والحب والعشق ووديها لحبيبته ويكتب عليها الحب وبحر لا شواطئ له روحي اذا مروح بلا بحر بلا شواطئ بلا بطيخ عساس ما ودي لها صورة ليوراندو ديكابريو لا كان يتصوروا معاه باكيد دخان جولد كوست حاطوا معاه هيك يعني اني انا بدخن من حبك حبك ذبحني ايا مثايل هاي زي اللي كاتبين اول مين مثايلة وين صرنا المهم يوم كان يروح واحد بده يتصور صورة تطمينات والاشواق الكرت الكبير هال بيسأل المصور لي مين بدك توديها اذا انت شو بدك فيه ل مين بده وديها وحر يعني ان شاء الله لمجلس الامن شغلتك هاي شغلتك بعدين برجع بسأله واقف ولا قاعد جانبي ولا وجه لوجه اطلعك طاعج رجلك ولا مقرمز يا رجل بدي صورة حلوة للذكرى ان شاء الله بتصورني واني اقول لك بديش عشيها بلاش تطلع الكبير هالساعة طبعا الخلفيات المتعارف عليها بصور الكرت هذا الكبير معروفة واحدة من ثلاث يا صورة شلال وراك او برج ايفل او نيويورك في الليل يعني مناظر بتواجع الراس وللأمان الصور بالتطمينات والاشواق يعني بتكون اكثر ارياحية وحلاوة من الصور الرسمية يعني فيش هذيك التنشل يعني يا بتقف وتسبل اديك هيت يا بتحط ايدك على خدك يا بترفع رجلك على كرسي وبتحط البوكس تحت وجهك طبعا الشعر بيكون مغطي للأذان زي موضة وريد توفيق تبع تلفية المدائن اسمالية احمالية حشو من صور الجوازات يا اخوان في اخطاء قاتلة ما كنت انتبه لها يعني المصور ولا اني يعني مش معقول ان شلالات نياغرة وتحت في فرشاية كنادر طالع بالصورة او بريز كهرباء وناط تحت بورج ايفل اذا مغطيه او ذباني لزقت على جدارية نيويورك بالليل وبينت بالصورة نيويورك بالليل في صوبة فوجيكب جنبك اذا مش راتش به اللي بيكهرك انه مصورين زمان كانوا يعبوا الصور باختام تصوير تصوير فلان تصوير فلان تصوير فلان اذا مفهمنا انت باقي مسوي لوحة الموناليزة الحلو بالموضوع انه كل مصورين العالم بيقلولك قبل الصورة بثواني ابتسمنا الصورة او تشيز او كيبي كيوت الا جماعتنا بيقولك تضحكش خلص جزوعة شو صهوان صورة اشتركوا في القناة